موسيقى مشاهدين الكرام أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج مع الحدث الاستهداف واضح ولا يختلف عليه اثنان ولا نستطيع أن نقول لهم لا تستهدفوننا ولكن المهم أن نحصن أنفسنا قدر الإمكان هذا ما شدد عليه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نايف رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لدى وصوله إلى مقر رئاسة الوزراء التركية في أنقرة كلمات أكدت أهمية الزيارة وتوقيتها خصوصا وأن الدولتين مستهدفتين وأنهما بوابة الأمن والاستقرار للمنطقة بأكملها فعاليات زيارة سمو ولي العهد المتتارية ولقاءاته ومباحثاته منذ وصوله أنقرة مساء الخميس دلائل واضحة على أن التوافق السياسي ومشاريع التكامل الأمني والاقتصادي بحفاوة بالغة تجسد عمق العلاقة التي تربط البلدين استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردغان في القصر الرئاسي بأنقرة ضيفه العزيز صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وعقب التقاط الصور التذكارية تم عقد اجتماع جرى خلاله استعراض العلاقات بين البلدين الشقيقين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك إضافة إلى استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها هذه الزيارة تأتي كذلك في عقاب زيارة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله قبل عدة أشهر لتركيا وزيارات المتبادلة سواء من فخامة الرئيس المملكة أو كبار المسؤولين وتهدف لتعزيز التعاون بين المملكة وتركيا في جميع المجالات وكان ولي العهد الأمير محمد بن نايف قد التقى خلال زيارته لتركيا عددا من الوزراء والمسؤولين الأتراك حيث بحث مع رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم العلاقات المتميزة بين البلدين والتطورات الأحداث في المنطقة أهمية التعاون الأمني بين المملكة وتركيا وسبل تعزيزها كانت في أولوية الموضوعات التي بحثها الأمير محمد بن نايف مع وزير الداخلية التركي سليمان سويلو مؤكدا سموه أن التعاون الأمني بين الرياضي وأنقرة يصب في صالح أمن البلدين خاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والتصديلة تطورات الأوضاع في المنطقة وموقف البلدين منها كانت موضع بحث ولي العهد مع وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو إلى جانب الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين وسبل تعزيزها وقد شهدت الزيارة توقيع عدد من الاتفاقيات بين المملكة وتركيا في مجالات عدة شميلة الإعلام والاستثمار والعمل والشؤون الاجتماعية إضافة إلى عرض ما تضمنته رؤية المملكة 2030 والتي وجدت اهتماما كبيرا من قبل الجانب التركي تم توقيع عدد من الاتفاقيات بين وزارة الثقافة والإعلام ووزارة الثقافة في تركيا وأيضا بين التلفزيون السعودي والإذاعة وكذلك التلفزيون التركي الرسمي أيضا وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كان لها أيضا عدة اتفاقيات توقيعها وتم الإعلان عنها البارحة الزيارة حتى اليوم ناجحة للغاية وجدنا من المسؤولين الأتراك اهتمام بالغ برؤية 2030 وأيضا ببرنامج التحول الوطني زيارة ناجحة بكل المقاييس شهدت تطابقا في الرؤى على كافة الأصعدة إضافة إلى تنسيق عالي المستوى بين البلدين في القضايا الساخنة في المنطقة والعالم والنقاش في هذه السياعة من برنامج مع الحدث والمخصصة لمناقشة زيارة سموة للعادلة تركيا وأهميتها في هذا التوقيع ونجاحها في رسم ملامح تحالف نقلمي بين بياض وأنقرة ينضم إلينا في الاستوديو أستاذ ورئيس قسم العلوم السياسية بجامعة الملك سعود الدكتور إبراهيم النحاس والكاتب والمستشار الإعلامي إبراهيم الماجد أهلا بكم ضيوفنا الكرام كما ينضم إلينا من الصنبول الأكاديمي والمحلل السياسي يوسف أغلو أهلا بكم جميع دعونا نلقي نظرة على العلاقات الاقتصادية السعودية التركية والتي بالتأكيد ستشهد نقلة إلى أفق أرحب بعد زيارة سموة ولي العهد الناجحة إلى أنقرة قبل ذلك نتابع هذه نقاشات هذه الحلقة مع ضيوفنا بداية نبدأ بك دكتور إبراهيم كلمات سموة ولي العهد الأمير محمد بن نايف عن أن الاستهداف واضح ولا يختلف عليه إثنان ولا نستطيع أن نقول لهم لا تستهدفون ولكن الأهم أن نحصن أنفسنا قدر إمكان الرسائل التي تحملها هذه الكلمات خصوصا وهي جاءت في مستهل زيارة سموة ولي العهد إلى أنقرة نعم بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة السلام على النبي الأمين وعلى أهله وصحبه أجمعين نعم كلمات صاحب السمو الملكي تذكرنا دائما حقيقة بالمنهج الذي قامت عليه هذه الدولة منذ أول يوم الذي قامت به طبعا على المبادئ والقيم الإسلامية ورفعت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله وبالتالي عندما يقول سمو ولي العهد هذا القول هو يدرك تماما التاريخ الذي قامت عليه الدولة ويدرك تماما حجم التحديات بحكم أيضا موقعه في تراتبية سياسية في الدولة وبحكم أيضا وزارة الداخلية ويدرك تماما تفاعلات الدولية وتطور السياسة الدولية الذي بات واضحا للجميع أما وأن يقال مثل هذا القول أيضا خلال زيارة رسمية لدولة إسلامية كبيرة كالدولة التركية فذلك أيضا يعني الكثير والكثير من هذه المعاني حقيقة التي أرادت المملكة العربية السعودية أن توصلها عن طريق صاحب السمو الملكي ولي العهد بشكل مباشر كقيادة سياسية أن تقول بأنه بدون مثل هذه العلاقات المتميزة بين الدول الإسلامية الكبيرة الدول الإسلامية التي تتبنى الإسلام الوسطي التي تحارب كل ما يتناقض مع المبادئ والقيم الإسلامية سيكون مردودها سلبيا وخاصة على الدول التي تتبنى المنهج السني الوسطي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وتبعه بعد ذلك صاحبه الكرام وبالتالي المملكة العربية السعودية تريد أن توصل رسالة بأن المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية دولتان متكاملتان على جميع السعود وبأن التحديات التي تواجهها المملكة العربية السعودية هي نفس التحديات التي تواجهها جمهورية تركيا وفي نفس الوقت جمهورية تركيا تواجه نفس التحديات أيضا التي تواجهها المملكة العربية السعودية لذلك كان هناك تكالب أيضا في فترة ماضية على الدولة التركية ولعل المملكة تريد أيضا أن توصل رسالة ثانية مهمة جدا بشكل مباشر بخطاب الملكي كريم وجه إلى الرئاسة التركية في فترة الانقلاب الفاشل يدل بأن المملكة السعودية تقف مع هذه الدولة التي فعلا تدعم الأمن والسلم والاستقرار في هذه المنطقة بشكل مباشر كما هي تفعل المملكة العربية السعودية منذ فترة لذلك الرسالة أيضا الثالثة والمهمة هي الموجهة للرأي العام الرأي العام العربي الرأي العام الإسلامي الرأي العام المحب للأمن والسلم والاستقرار في منطقة الشنق الوصف بشكل مباشر بأننا نحن نعلم بأننا مستهدفون في أمننا مستهدفون في ديننا مستهدفون في عقيدتنا وهذا القول أيضا أتى عليه رحمة الله عليها الأمير نايف بن عبد عزيز ولي العهد في ذلك الوقت أيضا وذكرنا والآن الأمير محمد بن نايف ولي العهد يرفع ويقول نفس الراية وطبعا قيادة المنقب السعودية منذ ملوكها وحتى خادم الحرم الشريفين نعم يدرك وذلك بشكل مباشر لذلك عندما تأتي هذه الرسالة هي تريد أن تقول بأننا سائرون على هذا النهج النهج الإسلامي الحقيقي الوسطي والمبادئ العربية والتي أيضا أقرها الدين الإسلامي بشكل مباشر وبأنه لن يثنينا عن هذه الوقفات وعن هذه المبادئ والقيم أي أن كان حجم التحديات و أي أن كان أيضا حجم المؤامرات التي تحاك لنا بشكل مباشر لذلك عندما يقالها وقولا أخير هنا عندما يقال مثل هذا التحدي بإشارة مهمة جدا حقيقة أراد أيضا المملكة أن توصلها دائما بأن الشعب وقيادة المملكة الأربية السعودية يدون واحدة دائما ضد التحديات والتأمرات التي تأتي من الخارج سواء كان هذا الخارج صفوي فارسي أو كيان صهيوني أو حتى من العدوات العالمية يقال هذا القول وبكل حزم قوة حتى في خارج المملكة الأربية السعودية كما توجه رسائل أيضا من داخل الموقع بالسعودية للخارج أن الهموم مشتركة سواء من الداخل أو حتى على المستويات الأقليمية نعم أستاذ إبراهيم أكد سمو ولي العهد أن تركيا بلد شقيق وقال يهمنا دائما أن يكون التنسيق بيننا قوي والعمل كذلك مشترك بحكم التنسيق قوي ولأننا بالفعل بحاجة إلى بعضنا البعض الشراكة بين الرياض وانقرة كيف تقيمها بناء على كلمات ولي العهد بسم الله الرحمن الرحيم الحقيقة زيارة سمو ولي العهد لتركيا تأتي انتدادا لزيارات التي قام بها خادم الحرمين الشريفين منذ توليه الحكم فقد زار خادم الحرمين الشريفين تركيا زيارتين أحدهم مترائسا وفد المملكة لمنظمة الدول الإسلامية في إسطنبول والزيارة الأخرى التي قام بها الزيارة الرسمية لتركيا وكانت زيارة الحميمية استقبل فيها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وكان هناك توقيع لكثير من اتفاقيات وكثير من مذكرات التفاهم التي تبرهن على قوة العلاقة بين البلدين كما تعلمون المملكة لها ثقلها في المنطقة بشكل واضح وكبير جدا وتركيا كذلك لها ثقلها على المستوى سواء على المستوى الإسلامي أو على المستوى العالمي أيضا فالبلدان الحقيقة مكملان لبعضهما البعض تركيا كما نعلم من أكبر الدول السنية في المنطقة ولها ثقلها والمنطقة كما نعلم تغلل الآن في هذه الفترات بمؤامرات قد نسميها صفوية صهيونية غربية يراد لهذه المنطقة أن تكون بؤرة مشاكل وبؤرة الحروب ومن الأهمية بمكان أن تكون هذه الدولتين المملكة العربية السعودية كما هم الآن بقوتهما التي ستقف بإذن الله في وجه كل الأطماع التي يراد أن تخل بهذا الأمل في المنطقة المملكة العربية السعودية وتركيا شركاء في كثير من القضايا في زيارة خادم حرمين الشريفين لتركيا أكد على أن الهم واحد المشكلة السورية كما تعلمون المملكة وتركيا يعني على في يعني قد نسمي نجاة نظر واحدة نعم في نفس المشكلة التي المملكة تعاني من هذه الترابات التي تأتي في سوريا تركيا في نفس المشكلة في ليبيا في اليمن في العراق كذلك فبالتالي زيارة ولي العهد جاءت لحق إيقال تؤكد على أن الشراكة بين البلدين شراكة دائمة وقوية ليس في المجال الاقتصادي فقط بل في المجال العسكري في المجال السياسي ونعلم أن هناك اتفاقية وقعت قبل فترة مع أحد كبرى الشركات التركية المتخصصة في المجال الدفاعي والعسكري ووقعت مع وزارة الدفاع في الملكة العربية السعودية وقعها سمو ولي ولي العهد الأمير رحمد بن سلمان وهذه طبعا تؤكد وتبرهم على أن متانة العلاقة وتسكت كل من أراده أن يصطاد في المياه العكرة ويشكك في متانة العلاقة بين المملكة وتركيا نعم ينظم إلينا من تركيا السيد يوسف أغلو سيد يوسف توقيت الزيارة التي آدت بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا والتي كانت في منتصف يوليو الماضي كيف تدعم استقرار تركيا ومر رسائل بوجهة نظرك التي حملتها لأنقرة والعالم هذه الزيارة تحياتي ومساء الخير من أسطنبول وتحياتي لضيفيك في الاستوديو نعم زيارة ولي العهد السعودي هذه تضع ضمن ست زيارات أو لقاءات قمة بين تركيا وبين المملكة العربية السعودية في أقل من عام حيث التقى رجل طيب أردوغان ست مرات مع الكثير من قيادات السعودية رفعة المستوى ولكن هذه الزيارة لها خاصية مميزة أنها أول زيارة رسمية لمسؤول رفيع من الهرم السياسي التركي يأتي بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 تموز ولها دلالة كبيرة جدا بأنها تدعم الموقف السياسي التركي والحكومة الديمقراطية المنتخبة وهذا له محل تقدير كبير حيث أن المملكة العربية السعودية كانت من أوائل الدول التي أعلنت عن وقفتها مباشرة بعد حادثة الانقلاب وهذه الزيارة قامت بترسيخ هذا الموقف بشكل حقيقي وصحيح وبالتالي هذا يؤكد على متانة العلاقات السياسية بين تركيا وبين المملكة العربية السعودية ونتوقع بأنه بعد حادثة الانقلاب الفاشلة أو المحاولة الانقلاب الفاشلة أن تركيا اليوم غير تركيا الأمس وهي ماضية في بناء تحالفات قوية وجديدة وترسيخ التحالفات الماضية وفق ما يخدم مصالحها في المنطقة والمصالح المشتركة مع كل من دول المنطقة وعلى رأسها المملكة العربية السعودية الأمن والاستقرار عنصر أساسي وأيضا هناك تهديدات لهذه المنطقة سواء كانت طائفية أو كانت عرقية مذهبية أو حتى خارجية من دول غربية وحتى من دول عظمى كأمريكا لذلك الآن هذه زيارة لها مدلولات كبيرة جدا في السياق التركي تركيا والمملكة العربية السعودية يعتبران دولتان حليفتان وما تم تقليده اليوم من وسام الجمهورية لسموه ولي العهد السعودي يؤكد أن تركيا والسعودية هم حليفان استراتيجيان حيث أن هذا الوسام لا يعطى إلا لمن هو حقيقة له مكانة كبيرة جدا في السياسة التركية وبالتالي تبدأ مرحلة جديدة مرحلة تحالفية ضد ما قد يكون هناك أخطار أو استراتيجيات جديدة على المنطقة نحن نعرف بأن تركيا مستهدفة من قبل الإرهاب سواء كان داعشي أو كان أحزاب كردية مسلحة المملكة العربية السعودية مستهدفة من قبل الجماعات الحوثيين أو الشيعية أو المذهبية فهناك أخطار واقعية الآن وكلا البلدين يعاني من هجمات عسكرية يعني هناك قصف من الإرهابيين من اليمن على المناطق الجنوبية في السعودية وأيضا هناك قصف من شمال سوريا على المناطق الجنوبية في تركيا تهديدات حقيقية لذلك لا بد من تكثيف الجهود والتحالف بشكل قوي والتعاون الأمني والعسكري في ضحط هذه الأخطار التي تحيط بالبلدين وبالتالي نحن نتوقع أن تكون هذه الدول تركيا والمملكة العربية السعودية أقوى مما كانت بوحدتهما الاستراتيجية وتحالفهما الاستراتيجي بعد محاولة الانقلاب الفاشلة لذلك تركيا تثمن هذه الزيارة بشكل كبير جدا على الرغم من قصر المدة التي جاء بها خلال يومان فقط وأتوقع أنها ستعطي نتائج كبيرة على جميع المحاور السياسية والأمنية والاقتصادية نعم السؤال لك دكتور إبراهيم فعاليات الزيارة تعددت اسمه ولي العهد منذ وصوله مساء الخميس بداية مع الرئيس رجب طيب أردغان ثم مع رئيس الوزراء التركي ثم مع وزير الداخلية التركي ثم وزير الخارجي تعليقكم على هذه الفعالية نعم سمو ولي العهد بصفته الرجل الثاني في الدولة عندما يستقبل هذا الاستقبال هذا دليل بشكل مباشر على أهمية الدولة الزائرة وممثلها وأيضا لأهمية ما تمر به المنطقة أيضا من أحداث تتطلب مثل هذه اللقاعة على أعلى مستوى لقاء عندما يكون على مستوى رئاسة الجمهورية هذه رسالة مباشرة جدا لأنه من المتعارف عليه بروتوكوليا أنه رئيس الدولة يقابل رئيس دولة سمو ولي العهد عندما يقابل من قبل رئيس الجمهورية التركية يدل بأنه الترحيب الذي تحظى به المملكة والتقدير الذي تحظى به المملكة في داخل الدولة التركية يفوق بكثير جدا العلاقات الدولية أو الثنائية المعتادة بين الدول ليعطيها ميزة أكبر بأنه للمملكة كاملة الترحيب والاحترام والتنسيق قد يكون في ملفات مهمة جدا تتطلب مقابلة الرئيس التركي وتتطلب أيضا أن يكون هذا اللقاء لديه الكثير من الأمور التي ستبحث كما تفضلت عدة مستويات من أو عدة رمزيات من المقابلات تنوعت بين أمور تتعلق بالسياسة الداخلية وأمور أخرى تتعلق بالسياسة الخارجية إلى أمور تتعلق بالعلاقات الثنائية بشكل مباشر كما هي مع رئيس الوزراء حجم العلاقات التي يجمع بين الدولتان التركية والسعودية منذ فترة وتعززت خلال الفترة الأخيرة بشكل مباشر تتطلب أن يكون هناك تعزيز على المستوى وأن يكون أيضا حتى الوفد المرافق لسمول العهد عالي المستوى في جميع الأمور التي تتطلب تعزيز مثل هذه المستويات سواء اقتصادية أو ثقافية أو أمنية أو حتى على المستويات السياسية السياسة الخارجية مستوى وإذا ما أخذنا مستوى وزارة الداخلية على سبيل المثال نعلم بأن التحديات التي تفضل بها أيضا الزميل إبراهيم قبل قليل التحديات تتعلق في مكافحة الجماعات الإرهابية والتنظيمات الإرهابية وهنا أضيف فقط للزميل التركي بأن المملكة تواجه التنظيمات والجماعات المتطرفة الإرهابية سواء كانت سنية أو شيعية أو غيرها من مذهبيات وطوائف ونحن نقول هنا التنظيمات الإرهابية والمتطرفة أي أن كانت مرجعيتها لأن نعلم بالنهاية الإرهاب ليس له دين وليس له مذهب ولا ينتمي لأي عرق ولكن غايته واحد غايته تدمير المجتمعات وأيضا يوظف من قبل الدول الرائعي الإرهاب بشكل وبآخر لضرب الأمن والاستقرار في الدول المستقرة والدول الفائلة بشكل مباشر الدول غير الفائلة لا يمكن أن تستهدف في أي حال من الأحوال الدول الكبيرة التي لها حجم ووزن وتستطيع الوقوف أمام التحديات وأمام أطماع الدول الأخرى هي التي تستهدف من قبل الدول الرائعية والداعمة للتنظيمات والجماعات الإرهابية هذا ملف مهم جدا عانت منه الدولة التركية كثيرا عانت منه المملكة العربية السعودية منذ أمن طويل أيضا كثيرا وما زالت أيضا هذه الجماعات والتنظيمات تحاول أن تجد لها أرضية خصبة في الدول الغير مشتقرة أو الدول الفاشلة إلى حد كبير كالدولة السورية والدولة العراقية بحكم الموقع الجغرافي للدولة التركية والمملكة العربية السعودية من المهم جدا للمملكة العربية السعودية والدولة التركية أن تواجه هذه التنظيمات في ظل للأسف غياب المجتمع الدولي الفاعل بشكل مباشر عن الوقوف أيضا مع هاتان الدولتان بشكل كبير هذا ملف مهم جدا فيما يتعلق بالتنظيمات فيما يتعلق بالسياسة الخارجية لدينا ملفات مهمة جدا في الشرق الأوسط سمولي العهد حتما أنه بحثة مثل هذه الملفات سواء ما يتعلق بالأزمة السورية والذي حقيقة يحزننا كثيرا في المنطقة العربية وفي العالم العربي والإسلامي ما يتعرض له إخوتنا من الشعب السوري الدولة التركية تعاني بشكل باشر بحكم أيضا القرب الجغرافي واللاجئين السوريين العدد الكبير جدا وأيضا إجرام نظام بشار الأسد الذي لأسف شوه الإسلام والمسلمين وكذلك نحن نعاني أيضا مما نشاهده حقيقة يوميا من تعرض هذا النظام وأيضا الأسوأ من ذلك بالنسبة لنا وللدولة التركية أن الدولة السورية أصبحت مخترق اختراقا كبيرا من قبل الصفوية الإيرانية ومن قبل أيضا الدولة الروسية وهذا يعرض أمننا القومي سواء العربي هنا أو حتى الأمن الدولة التركية للخطر لذلك التنسيق على هذا المستوى مهم مضافا لذلك ما يتعرض له إخوتنا في الدولة اليمنية من انقلاب الحوثيين وانقلاب علي صالح وإجرامهم اليوم من تجاه الشعب اليمني ودعمت دولة تركية لعاصفة الحزم أمر في غاية الأهمية أن يستمر هذا الدعم وأن يكون هناك تنسيق أيضا على مستوى لحصول على أكبر قدر من المعلومات سواء فيما يتعلق بالداخل اليمني أو بمن يدعم هؤلاء الحوثيين والوقوف تجاه دعمهم بشكل مباشر نقطة مهمة هنا وأخيرة نعلم بأن المواقفة التركية السعودية هي متراكمة وأيضا داعمة لبعضها البعض ومشاركة الدولة التركية في عملية رعد الشمال أو منورة رعد الشمال مهمة جدا حقيقة للتحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب وكان وجود الدولة التركية رمزية مهمة جدا ومهمة مجتمع الدولي بأن هاتان الدولتان تستطيع العمل مع بعضهم البعض لما فيها خير المنطقة وخير الأمن والاستقرار ليس للمنطقة فقط وإنما حتى للعالم أجمع بحكم أهمية هذه المنطقة على جميع المستويات إذن تركيا بحاجة السعودي وسعودي بحاجة تركيا أمنيا وداخليا وخارجيا نعم على جميع المستويات والبحث عن التكامل بينهما إلى حد كبير مطلب للجميع وأيضا مهم للجميع نعم سيد يوسف المملكة وتركيا دولتان محوريتان في المنطقة وبالتأكيد هذا التنسيق المتوالي يكسبها نظرة قوية ويكسبها استقرار قوي للمنطقة من ناحية الأمنية وغيرها سمو ولي العيد خلال استقبالي ووزير الداخلية التركي أكد على أهمية والأهمية القصوى للتعاون الأمني بين السعودية وتركيا كيف تصف هذا فيما يصب في صالح أمن السعودي وأمن تركيا طبعا يعني الملف الأمني من أهم الملفات التي تم التطرق إليها وخصوصا أن ولي العيد السعودي هو أيضا نشغل منصب وزير الداخلية وهو على تماس مباشر بهذا الموضوع واللقاءات الثنائية بينه وبين وزير الداخلية التركي أيضا كانت ذو أهمية قصوى لوصول إلى هدف تحقيق الأمن والاستقرار طبعا لا بد أن نقول بأن ما تم التصريح به هي تصريحات متطابقة للسياسة التركية والسياسة السعودية في الملف الأمني والملف الأمني يحمل أهمية من حيث أن إذا وجد الأمن وجد الاستقرار وإذا وجد الاستقرار والأمن سويا نستطيع أن نتحدث عن أمن واستقرار اقتصادي ونموه اقتصادي لذلك لتفعيل جميع ما تم الاتفاق عليه من اتفاقيات اقتصادية واتفاقيات في جميع المجالات كله يعتمد على الأمن وتحقيق الأمن والاستقرار وبالتالي هناك خطط أن تكون هناك خطط مشتركة لمحاربة ما يعكر صفه هذا الأمن والاستقرار فهناك يجب أن تكون تعاون استخباراتي وتعاون عسكري وتعاون لوجستي لكل ما قد يهدد هذا الأمن والاستقرار وأتوقع بأن هذا هو ما أفاد به ولي على أهد السعودي بأن هناك تطابق في الرؤى تطابق في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة لذلك سيكون هناك أتوقع تعاون مكثف وكبير جدا في جميع المجالات سواء كانت استخباراتية أو عسكرية سواء كانت تجارية في المجال العسكري نعلم أن تركيا الآن لديها ثمانية وثمانين في المائة من احتياجاتها العسكرية تقوم بصناعتها صناعة محلية وذاتية وهي تستطيع أن يتم التعاون وتزويد المملكة بكل ما يلزم من صناعات عسكرية وحربية نعم أيضا المملكة العربية السعودية قوية بإمكانياتها الاستثمارية المادية في جميع المجالات صناعية وتجارية لذلك هذا سيساعد في تحقيق الأهداف المرجوة وكل البلدين لديهم استراتيجيات ورؤى لعام 2030 و2020 وبالتالي كانت هذه التصريحات من ولي العهد السعودي تعكس مدى نجاح هذه القمة المصغرة وهذا اللقاء وهذه الزيارة الرسمية والتي تمت بناء على دعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوان ونتوقع أن يكون هناك الإعلان عن اتفاقيات أيضا وتفعيل اتفاقيات في هذا المجال المجال الأمني والمجال العسكري نعم سيد إبراهيم سيد إبراهيم الماجد المملكة بدورها المؤثر في قضايا الشرق الأوسط تحاول جاهدة دائما توفيق وجهة النظر بين الدول والقضاء على تضارب الرؤام بشأن سوريا مثلا وكذلك تجميع العالم حول دعم الشرعية في اليمن برأيي كيف تصف هذه النقطة خلال هذه الزيارة كما سلفت وذكر الدكتور إبراهيم في مسألة القضية السورية أن المملكة العربية السعودية وتركيا شركاء في حل هذه القضية ومواقفهم متجانسة ليس هناك تباين كبير في هذه القضية أبدا بل أن الاتفاق أكثر من اختلاف هذه القضية والمملكة العربية السعودية بدلت جهد كبير جدا في هذه القضية في الملف السوري تحديدا وتركيا كذلك لسبب واحد وأن المشكلة مشتركة بين الدولتين في المعاناة الجنوب التركي والشمال السعودي يعانون من هذه الأزمة معاناة مباشرة فزيارة ولي العهد بمكانته بصفة الرجل الثاني في هذه الدولة هو بصفة أيضا الرجل الأمن الذي يدير ملف وزارة الداخلية في مكافحة الإرهاب الذي عانينا منه كثيرا في مسألة من يذهب من هذه البلاد إلى التنظيمات في الداخل السوري وآثارها العكسية على المملكة العربية السعودية وما حصل من تجنيد لهذه الجماعات لما حصل أيضا من تفجيرات ومن مشاكل في المملكة العربية السعودية بالتالي نتوقع من هذه الزيارة أن تحقق نتائج كبيرة جدا ليس على المستوى الحقيقة السياسي فقط وليس على المستوى الاقتصادي وليس على المستوى الأمني بل كلها مجتمعة فلو نظرنا جانب الجوانب فقط وهو الجانب المعلن الجانب الاقتصادي يعمل في تركيا ما يقارب أو أكثر من 700 شركة السعودية لها استثمارات ضخمة في تركيا الاقتصاد التركي باعتراف رجال الاقتصاد الأتراك ومجلس الاقتصاد السعودي للتركي رجال الأعمال أحدثوا حراك كبير جدا في الاقتصاد التركي وحققوا نتائج طيبة للجانب السعودي والجانب التركي وبالتالي في الزيارة التي كانت مع خادم الحرمي الشريفين كان يشرف مرافقة ضمن هذا الوفد وسمعنا سواء من رجال البرلمان التركي أو من رجال الاقتصاد في تركيا أيضا احتفاءهم بالمملكة العربية السعودية وحرصهم الشديد على أن يقوّوا هذا الجانب لا شك أن الجوانب السياسية تؤثر على الجوانب الاقتصادية لا شك الجوانب الأمنية أيضا تؤثر فبالتالي العمل المشترك بين المملكة العربية السعودية وتركيا عمل مشترك على كافة الأصعدة في الجانب السياسي هناك عمل قوي جدا في الجانب الاقتصادي عمل قوي جدا في الجانب الأمني هناك أيضا عمل كبير بين الدولتين في مكافحة هذه الآفات التي حدثت في مجتمعاتنا الكثير من المشاكل وكثير من الخرابة التي تسعى دول المنطقة للمحاولة القضاء عليه وكما تعلمون الممكرة بالسعودية بهضلها سبحانه وتعالى ثم بإدارة الحكيمة من سمم وزير الداخلية الذي تولى ملف مكافحة الإرهاب بكل نجاح طوال السنوات الماضية حققنا حقيقة نجاحات أصبحت مثار الحقيقة اندهاش العالم وأصبحت تجربتنا تحاول الدول الأخرى استنساخها لمكافحة هذه الجرائم دكتور إبراهيم ماذا عن إيران وتدخلاتها الإرهابية والفوضوية في شؤون المنطقة دعنا نتحدث عن أن بعض المراقبين يتخوفون كذلك من أن العلاقات التركية والروسية تقف حجر عثرة أو تحرك تركيا للتصدي لهذه التدخلات تعليقك على هذا الموضوع نعم المملكة العربية السعودية وتركيا تدركان تماما مدى الخطر الذي يمثله النظام الإيراني نظام السياسي الإيراني الذي يقاد من قبل خامنئي ومجموعة التضليل في الدولة الإيرانية وفي المنطقة الدولة التركية عانت كثيرا من تدخلات الإيرانية وما زالت تعاني بدعمها للجماعات المتطرفة أو تنظيم داعش أو حتى بالجماعات الإرهابية التي تنتمي لعرقيات معينة في داخل الدولة التركية ومنها الحزب البي كي كي وهذا الحزب الذي ضرب أيضا الأمن التركي خلال فترة طويلة جدا مدعوم بشكل مباشر من قبل الدولة الإيرانية ونحن في دول مجلس تعاون عانينا كثيرا منذ أن أتى حقيقة نظام الملالي أو نظام خميني النظام الخميني عندما آت في 79 أصبحت التدخلات الإيرانية أصبح النظام الإيراني ورعاية الإرهاب دعمه لهذه التنظيمات احتوائه أيضا لهذه التنظيمات دعمه للكيان الصهيوني وترابطه مع الكيان الصهيوني بشكل وآخر والزيارات المتبادلة بين الكيان الصهيوني والصفوية الإيرانية عالية المشتوى هذا بشكل مباشر وإدراك من الدولتان بأنه فعلا يضرب المنطقة هل مثل هذه العلاقات التركية الروسية على اسم المثال تحد الدولة التركية من مقاومة أو إلى حد ما من مجابهة الداخل الإيراني لا أتوقع أن الدولة التركية لديها نسبة معينة ولا واحد بالماء بأن تضحي بأمنها لصالح العلاقات الروسية على حساب أمنها الداخلي وأيضا التغاضي عن التحالفات مع الدولة الإيرانية أو إلى حد ما العلاقات مع الدولة الإيرانية هي تدرك الدولة الإيرانية تدرك ذلك بأنها ليست صديقة للدولة التركية والدولة التركية تدرك ذلك الاستقبال الحافل للوفد السعودي برئاسة سمولي راحد في أنقرة هذا اليوم وفي يوم أمس خير دليل لنا بشكل مباشر وخير رسالة تركية واضحة جدا للعالم أجمع وقد يكون للدولة الإيرانية بشكل مباشر بأن العلاقات السعودية تركية على أعلى مستوى وأنه لا يمكن لتركيا أن تضحي بعلاقات المملكة لصالح سواء روسيا أو لصالح حتى الدولة الإيرانية لأنه نحن والدولة التركية ندعم أمن واستقرار بعضين البعض وندعم أمن واستقرار المنطقة بشكل مباشر ونعمل لأجل ذلك الدولة التركية تدرك بأن الدولة الإيرانية تعمل لصالح حسابات مختلفة تماما والتجربة الإيرانية في لبنان التجربة الإيرانية في العراق وفي سوريا أيضا وفي اليمن مدركة تماما قبل الدولة التركية لذلك قامت تركيا بالمشاركة برعد الشمال كما ذكرنا قبل قليل وبدعم عاصفة الحزم وعاصفة الأمل في اليمن وبدعم أيضا التحالف الدولي لمكافعة الإرهاب في الوقت الذي وقفت الدولة الإيرانية مع الاستقرار ومع الإرهاب في المنطقة بشكل مباشر مضافا لذلك بأن الدولة التركية منذ أن تولى رجب طيب دردوغان سواء كان رئيس الوزراء أو حتى هذا التوقيت بالذات هو دائما ذو تاريخ ونعلم أن التاريخ الصفوي حقيقة دائما ما يقف حتى من عصر الرومان كان يقف ضد هذه المنطقة بشكل مباشر وضد العرب وضد المسلمين السنة بشكل مباشر بالتحديد لذلك هذا التاريخ لا يمكن أن يتغفله الدولة التركية ولا يمكن أن نتناسى نحن في هذه المنطقة إلا إذا ما ذهبت إيران لتوجه آخر بالمستقبل وهذا ما نتمنى ولكن كل المؤشرات تدل بأن هذا النظام الإيراني الصفوي النظام يعمل لصالح طماعة غربية طماعة توسعية صفوية طماعة توسعية صهيونية نحن والدولة التركية نعمل لهذا الهدف ونعمل على أعلى مجتوى وأيضا وجود اللقاء هذا اليوم قد يكون بوجود رجال الأمن أيضا ضمن الوفد السعودي ولقاءهم مع رجال الأمن في الوفد التركي يدل بأن التحديات مدركة لدى الطرفان وبأن الدولتان تعملان ليقاء الوقوف ضد هذه التدخلات الإيرانية في المنطقة إذن هل ترى أن يمكن وجود تحالف سعودي تركي لتقليل المخاطر التدخلات الإيرانية أو لكبتها تماما؟ نعم لعل هذا اللقاء يؤشر لمثل هذه التحالفات في المستقبل لأن منح الوسامة الجمهورية من قبل الدولة التركية لولي العهد السعودي هذا اليوم مؤشر بأن هناك علاقات على المستوى لأن الدول لا تمنح مثل هذه الدروعة أو لحد ما الرمزيات التي تمثل الدولة على مستوى إلا إذا كان هناك توافق على أغلب الملفات إن لم يكن كل الملفات ومن هذه الملفات الملفات الأمنية وأنا أتوقع أن هناك قد يكون خلال مزلس التنسيق الذي سيعقد قد يكون في شهر أكتوبر القادم تنسيق على المستوى فيما يتعلق بالجوانب الأمنية وهذه الأمنية قد تتعدى إلى جوانب إلى حد ما استراتيجية وأقصد بالاستراتيجية قد يكون هناك اتفاقيات تتعلق بالدفاع المشترك بين الدولتان وفي المنطقة وقد يكون يتعلق بأمن الخليج بشكل مباشر وذلك بحكم قد يكون تقدم الدولة التركية في هذا الجانب وقد يكون أيضا يتعلق بنقل قد يكون صناعات تركية لتصنع في المملكة العربية السعودية في الجوانب العسكرية وهذا يدل بأن هناك خطة بعيدة المدى بين الدولتان وإدراك المملكة بأهمية استقرار الدولة التركية وخاصة في فترة الانقلاب الفاشل خير دليل بأن المملكة تدرك بأن هذه الدولة التركية تملك استقرار سياسيا تملك قدرات اقتصادية تملك قدرات تكنولوجية ونعلم بأن هذه الزيارة هي ليست البداية حقيقة للعلاقات الشركات التركية تعمل منذ فترة وكما تفضل الزميل هناك شركات سعودية ولكن المملكة حقيقة سلمت كثير من المشاريع أيضا التي تفوقت به الدولة التركية في داخل تركيا وفي الخارج لكي تبادل الشركات التركية أيضا بالعمل في المملكة لما فيها أيضا تبادل ومنفع اقتصادية للطرفان وكذلك تركيا والسعودية بوابتان للأمن والاستقرار للمنطقة والمنطقة الشرق الأوسط لا شك في ذلك المملكة بموقعها وبحجمها ومكانتها على المستوى العربي والإسلامي وكذلك أيضا وجود الدولة التركية في شمال منطقة الشرق الأوسط وهي فعلا بوابة سواء لأوروبا أو للتعامل مع الدولة الروسية ونحن هنا في المملكة بحكم أيضا التواجد الثروة النفطية الضخمة التي اتحكم أيضا من اقتصاد الدولي وأيضا بقربنا من الممرات المائية الدولية استقرار هاتين الدولتين هو حقيقة ما يضمن أمن واستقرار المنطقة ويضمن أيضا لهم من ذلك أمن واستقرار العالم أجمع ونتذكر هنا كلمة خادم الحرم الشريفين الملك عبد الله رحمة الله عليه عندما قال إذا لا يحتوى الإرهاب هنا ونعمل لإيقافه فسيتضرر منه العالم أجمع توانى العالم في ذلك الوقت ولم يستمع للنصائح السعودية وصلنا إلى نجد الإرهاب يضرب في داخل الدول الأوروبية بعد ذلك استفاق بعض العالم كانت نصيحتنا للأمريكان بعدم غزو العراق لكي لا تكون هناك مشاكل لم يستمع الأمريكان وحصل بالعراق ما حصل لذلك الاستماع لحكمة حقيقة القيادة السعودية في هذه المنطقة وأيضا ما بناه أردوغان في داخل الدولة التركية رسالة للعالم أجمع بأنه من غير الاستماع لهاتان الدولتان بشكل مباشر والنتائج التي حصلت على رضا الواقع وليس الأقوال الأفعال تدول بشكل مباشر بأنه هاتان الدولتان لديهما من الحكمة لذلك استقرارنا أمننا دعم الأمن والاستقرار في هذه المنطقة خير للعالم أجمع خاصة أيضا في الجوانب التعلق بالإضافة للأمنية في الجوانب الاقتصادية التي إذا ما تضررت سيتضرر للعالم أجمع وليس فقط هذه المنطقة نعم نود أن نشكر الأستاذ يوسف أغلو كان معنا من الصنبول المحلل السياسي والكاتب الأستاذ يوسف أغلو لتغطية هذه الزيارة من الصنبول عود لك استاذ ماجد إذا أردنا إجمل أهم المضامين الإيجابية لهذه الزيارة لصالح الدولتين سواء على الجانب السياسي أو الاقتصادي أو الأمني كيف يمكن إجمل هذه المضامين بحقيقة الزيارة كما أسلفنا في وجوانبها السياسية وجوانبها الأمنية وجوانبها الاقتصادية بكل المعايير كما أسلف الزميل الدكتور إبراهيم أنها حققت نتائج واضحة من الاحتفاء الكبير الذي حظي به سم ولي العهد ومن القلادة التي منحت لسم ولي العهد وهي عادة لا تمنح للزيارات الناجحة والشخصيات الكبيرة في العالم نتوقع أن تكون العكاسات ضخمة جدا على المستوى التنسيق السياسي وعلى المستوى الأمني كما نعلم سم ولي عهد التقى بوزير الداخلية في اجتماعه مع وزير الداخلية التركي أيضا فيه قيادات أمنية سعودية مرافقة التقت في قيادات أمنية تركية ما يعطي مؤشر على أن هناك فعلا تنسيق كبير جدا في مجال مكافحة الإرهاب وهذه هي قضية من القضايا التي لا يستهان بها في هذه الملفات الجانب الاقتصادي أيضا هناك اتفاقيات كبيرة وضخمة يتوقع أنها ستكون ضمن هذه النتائج وكما نعلم أن هناك أيضا في زيارة خادم الحرمين كان هناك اتفاقيات كبيرة وضخمة وآتت ثمارها ونعلم أيضا أن هناك شركات ضخمة تركية دخلت السوق السعودي وقد يكون فيها شركات نوعية في أعمالها من النماذج المشرفة مطار الأمير محمد بن عبد العزيز المدينة المنورة أنشئ بواسطة شركة تركية وسعودية وكانت فعلا من المشاريع النموذجية الجميلة الشركات السعودية التي تعمل في تركيا كما أسلفنا تتجاوز 700 شركة سعودية في مجالات مختلفة منها الجوانب العقالية الجوانب الصناعية الجوانب الشركات الأغذية الحجم ضخم جدا العلاقات متينة بفضل الله سبحانه وتعالى لا نحتاج إلى أن نبرهم على قوتها أكثر من أن خادم الحرمين الشريفين منذ توليها الحكم زار الجمهورية التركية وألتقى بفخامة الرئيس التركي واليوم سمو ولي العهد وبمرافقة وفد كبير جدا يزور أيضا الجمهورية التركية وتحقق بإذن الله النتائج المرجوة التي نسعى وتسعى لتركيا إلى تحقيقها بإذن الله تعالى نعم أستاذنكم ضيوفنا وأستاذن المشاهدين في أن نلقي نظرة على العلاقات الاقتصادية السعودية التركية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أهلا بكم مجددا مشاهدين وأهلا بكم ضيوفنا دكتور إبراهيم وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي قال إن صادرات المملكة إلى تركيا بلغت أكثر من عشرة مليارات فيما بلغت والدات تركيا إلى المملكة تقليبا 12 مليار ريال مؤكدا أن هناك طموح لتقوية هذا الجانب الاقتصالي وتعميق الشراكي كيف ترى ذلك خصوصا أن الدولتين أعضاء في مجموعة العشرين التي هي أقوى اقتصادية العالم نعم وأكثر أيضا فاعلية في اقتصادية العالم أيضا مع الدول الكبرى الأخرى هذا الرقم لا يمثل حقيقة حجم العلاقات السياسية التي بين الدولتين وهذا الذي يحتاج إلى تطوير كبير جدا لعلنا في الرؤية السعودية عشرين ثلاثين والتي وقرت من قبل مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرامين الشريفين لعلها مثل هذه الرؤية التي تهدف إلى تطوير الاقتصاد السعودي تطوير الرؤية السعودية بشكل مباشر مع التقدم أيضا الاقتصادي الحادث في الدولة التركية أن ينمو مثل هذا التبادل التجاري أن تنمو مثل الصناعات المتبادلة بين الدولتين خاصة وأن البنية التحتية لدى الدولتين متكاملة البنية التحتية فيما يتعلق بالقوة البشرية متوفرة لدى الدولة التركية ونحن في سعينا هنا في المملكة بتطوير هذه البنية البشرية أو الموارد البشرية على مستويات ونحن أيضا نملك إلى حد كبير الإمكانات المالية التي تمكننا من أن نكون دول متقدمة في الجوانب الصناعية الدولة التركية تملك مثل هذه الخبرة أيضا ونحن نملك مثل هذه الرؤية في المستقبل لذلك نتوقع في المستقبل وهذه الزيارة التي شارك بها وزير التجارة وزير المالية وقد يكون هناك رجال أعمال وشركات تم التقاء بها لعلها هذه تهدف إلى تطوير مثل هذه الرؤية في المستقبل وأنا أتوقع أنه في ظل هذه الزيارات التبادلية والمتبادلة بين الدولتان وفي ظل هذا الترحيب بين الدولتان على المستوى سيتطور التبادل التجاري بين الدولتان خلال المرحلة القصيرة القادمة ليكون على أعلى مستوى خاصة وأن التحديات العالمية التي تواجهها الدولتان على أعلى مستوى مما يتطلب أيضا هاتين الدولتان أن تتقاربان في هذه الجوانب بشكل أكبر بحكم الضمانات التي توجد لدى الدولتان فنحن لدينا ثقة كبيرة جدا بالسياسة التركية والاقتصاد التركي وكذلك الدولة التركية تبادل النفس الشيء فيما يتعلق بالاستقرار السياسي وأيضا الإمكانات المتواجدة الموجودة في المملكة العربية السعودية ولكن الاقتصاد السعودي التركي يجب أن يكون أقوى من ذلك بحكم الاقتصاد السياسي أو التقارب السياسي بين الدولتين نعم هذا ما نتطلع له أن يكون في المستقبل أن التقارب السياسي ينعكس على العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الدولتان وأنا أتوقع أنه خلال قد يكون الفترة القصيرة قد يكون إلى عشرين عشرين الذي نتبناه هنا في المملكة أنه خلال ثلاثة أربعة عوام القادمة سقد يكون يتضاعف هذا التبادل التجاري وحجم التبادل التجاري بين الدولتان بشكل كبير جدا بحكم كما ذكرنا قبل قليل أنه نملك جميعنا الإمكانات التي تواهلنا لأنه كذلك وأنه أيضا يوجد لدينا ما لا يوجد لدى دولة تركية كالنفط الموارد الطاقة وكذلك يوجد لدى دولة تركية موارد قد لا تتواجد لدينا وبالتالي نحن أيضا منفتحون على العالم وكذلك الدولة التركية وبالتالي نستطيع أن نكون عملية تكامل نعم أن نكون تكامليين أو أن تكون علاقاتنا تكاملية وينشيء قوة اقتصادية هذا ما نتطلع له أستاذ ماجد بعض المراقبين دائما يؤكدون أن عمق الشراكة الاقتصادية مدخل مهم لعمق الشراكة السياسية كيف ترى ذلك؟ لا شك أن السياسة والاقتصاد مرتبطان ببعض فلا سياسة ناجحة وقوية بدون اقتصاد قوي ولا اقتصاد أيضا في ظل ضعف الجانب السياسي أو العلاقة السياسية بين أي دولة ودولة أخرى المملكة وتركيا تعملان بقوة على كافة المحاور سواء المحور السياسي والمحور الاقتصادي ودلع هذا أن الوفود التي صاحبت خادم الحرمين أو التي صاحبت ولي العاد في هذه الزيارة كانت تضم السياسي والاقتصادي ما يدل على أن المسألة مرتبطة ببعضها البعض وقد وقعت في أشهر الماضية كثير من الاتفاقيات الاقتصادية وفعلت كثير من الاتفاقيات الاقتصادية فعلت سواء من الجانب السعودي أو الجانب التركي ونتوقع في هذه الزيارة بإذن الله أن هناك أيضا كثير وكما ذكرت في حجم التبادل بين 10 و 12 مليار ريال بين الجانبين وكما ذكرت دكتور إبراهيم أن هذا الرقم يعتبر رقم متواضع في ظل أو في حجم القوة السياسية بين البلدين وأن هذا بإذن الله سيتضاعف مع السنوات القليلة القادمة لأضعاف كثيرة خاصة أن هناك كثير من التسهيلات التسهيلات سواء من جانب التركي أو التسهيلات في الجانب السعودي المملكة العربية السعودية كما تعلمون منحت الشركات الأجنبية فرصة أن تعمل مئة في المئة والجانب التركي أيضا في الفترة الماضية منح بعض الامتيازات لبعض السلع السعودية بأنها تدخل بدون أي رسوم جملكية وهذا ما يدل على أن هناك توافق كبير جدا بين القيادة السعودية والقيادة التركية في أن تنمو العلاقات الاقتصادية بينهما بشكل مختلف عن ما هو عليه الآن لنظره سياسي أو لعمق أو تعاون سياسي أقوى لا شك لا شك العمق السياسي أو النقلة السياسية الكبيرة التي حدثت بين المملكة منذ تسلم خادم الحرمي الشريف الملك سلمان من زم الحكم الحقيقة في هذه البلاد كان هناك نقلة نوعية النقلة الأولى كانت في عهد الملك عبدالله غفر الله له كان هناك فعلا في عام 2006 أو لا في عام 2006 تقريب زيارة خادم الحرمي الملكة عبدالله لتركيا وكان هناك كثير من الاتفاقية التي وقعت في حينه فلما أتى الملك سلمان أحدث نقلة حقيقة في الجانب السياسي نقلة نوعية كبيرة جدا مما أثر على الجانب الاقتصادي بشكل كبير وواضح لمسه رجال الأعمال بشكل عملي وفعلي إذن كانت هذه الزيارات قوية متبادلة منذ الملك عبدالله وذن الملك سلمان إدراكا من الدولة على أهمية هذه الدولة التركية سواء في التقارب السياسي أو الأمني نعم الاحترام المتبادل بين الدول هو الذي يعزز مثل هذه العلاقات الدولة التركية احترمت جوارها المملكة العربية السعودية سياستها تقوم أيضا على الاحترام الجوار عدم تدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى عندما تتكامل مثل هذه الرؤية مضافا لها الإمكانات التي تمتع بها كل دولة وحجم هذه الدولة وتأثيرها على المستوى الدولي نجد أنه سيحدث هناك تقارب على مستوى وسينعكس ذلك على الجوانب الأخرى سواء التجارية أو الاستثمارية أو الاقتصادية وحتى في ما يتعلق بالجوانب الأمنية والعسكرية وغيرها وهذا ما يحدث في العلاقات السعودية التركية منذ أن احترمت الدولة التركية أمن واستقرار الدول العربية واحترمت المملكة العربية بشكل مباشر تطورت هذه العلاقات سواء في عهد الملك عبد الله أو أيضا في بداية عندما استلم أخد محمد شريفين مقالد الحكم في هذه الدولة كانت الرسائل للدولة التركية واضحة مباشرة بأن نهدف إلى التقارب الذي يعزز إمكانات الدولتان سواء في العلاقات البينية أو حتى مكانت الدولتان على المستويات الدولية وفي ذلك رسالة واضحة للعالم أجمع وليس فقط لدول منطقة وهذا ما يزعج حقيقة أعداء الدولتان أعداء المملكة العربية السعودية وأعداء الدولة التركية وهنا أقصد بشكل مباشر الدولة الإيرانية أو النظام الصفوي الإيراني ومن تلك أيضا الجهة الكيان الصهيوني الذي لا يتمنى لا استقارا للدولتان ولا أيضا وجود إلى حد كبير بعد كبير جدا عن الإرهاب الذي للأسف يمول بشكل وآخر من قبل هاتان الدولتان الصفوية أو الصهيونية نختم برؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني لكلكما بداية بكستاذ إبراهيم كيف ترى هذه الرؤية وهذا التحول لفتح آفاق أرحب في خلال هذه الزيارة أو تعاون سعودي تركي كما تعلمون أن الرؤية 2030 منفتحة على العالم بشكل كبير جدا ولعل في الزيارات الماضية لسموه ولولي العهد لكثير من الدول منها اليابان ومنها الصين ومنها الهند كان في كثير الحقيقة من الاتفاقيات ومن الرخص لبعض الشركات لممارسة العمل في داخل المملكة العربية السعودية توافقا مع هذه الرؤية فبالتالي ما يحدث الآن في تركيا أعتقد أنه يصب في الرؤية 2030 التي أطلقتها المملكة العربية السعودية منذ فترة دكتور أبراهيم نعم 2030 عندما أطلقت رأينا مدى السعادة لدى الرأي العام السعودي بشكل مباشر والاحتفاء بها وتطلع حقيقة لأن تتحقق على أرض الواقع وهذا تطلب من القيادة السعودية من الشعب السعودي أيضا رؤية بعد ذلك لتطبيقها على أرض الواقع لأنه لا يكتفى فقط في الإعلان وإنما سيكون هناك تبعات أيضا مثل هذا التوافق هذه الرؤية لكي نصل لدولة سعودية لديها اقتصاد قوي لديها صناعات على جمع المشتويات لديها أيضا حتى صناعات عسكرية هذا يتطلب مننا الصبر خلال العشرة عام القادمة ويتطلب مننا أيضا أن تكون علاقاتنا الدولية كما عهدنا دولتنا أن تكون على أعلى مستوى مع الدول الصناعية ودول المتقدمة هذه الزيارة وسبقها زيارات أيضا من قبل القيادة السعودية سواء مستوى خدم الحرمين الشريفين أو سمو ولي العهد في مرحلة ماضية لدولة الفرنسية أو سمو ولي ولي العهد أيضا للولايات المتحدة أو للصين واليابان كلها تصب في اتجاه تطبيق رؤية 2030 التي تهدف إلى تنمية الدولة السعودية والابتعاد عن الاعتماد على البترول لذلك حتى هذه الرؤية تبنت نقطة مهمة جدا أن ننتقل من وزارة البترول إلى وزارة الطاقة بمعنى آخر أننا لا نعتمد على البترول وهذه نقطة مهمة جدا في نفس التوقيت لأننا نهتم بالبيئة لذلك هي رؤية متكاملة علينا دعمها على جميع المستويات دكتور إبراهيم النحاس رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة مكسعود شكرا لك وكذلك نشكر المحلل السياسي والمستشارة الإعلامة لأستاذ إبراهيم المجد وشكر لكم مشاهدي بالكرام وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر